الله ساعد المزارعين والله المزارعين في بهدل إنها صباحات القطاف المعتادة لمزارعي المناطق الحدودية الشرقية في قطاع غزة يصاحبها مشهد مألوف للمزارعين قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي وجباته المتمركزة على الحدود من الجانب الآخر تراقب كل ما يفعلونه وغالبا ما تطلق أعيرتها النارية تجاههم لإجبارهم على ترك الأرض والمحصول إلا أن المزارعين هنا يقولون إنهم حراس لما تبقى من المزارع التي دمرتها إسرائيل على مدار سنوات الحصار الستة عشر ويستمرون بزراعتها رغم رشها بالمبيدات السامة في أوقات الحصاد وإغراقها بالمياه لقم مغمس بدم بالنسبة لمزارعين قطاع غزة الشقة الحدودية أنا بالنسبة لي صجراتي يبعد عن السلك الإسرائيلي 250 متر أنا دائما فيهن باستمرار دائما فيهن باستمرار سنوات طويلة ولا بنمنعش عنهم وحتى لو فيه خطر بأجي والله في الخطر بأجي كمان بقعد عن سجراتي وبشوف سجراتي وبزجيهن وبشتغيلهن وبشبرهن إن الأراضي الشرقية الحدودية لقطاع غزة تعد من أخصب المناطق من حيث نوعية الأرض وجودة المياه فيها حيث تعتبر السلة الغذائية للقطاع وتشمل 35% من المساحات المزروعة لكن الاحتلال الإسرائيلي حول جزءا كبيرا منها لمناطق أمنية عازلة على مدار سنوات الحصار أضرت بعمل المزارعين جراء القيود المفروضة عليها حسب ما قال تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا شريط الحدود واليذمتها حوالي 25% من الانتاج المحلي هنا في قطاع غزة فيما لو استغلت هذه المساحات بشكل كامل وبشكل نظامي بإمكان هذه المساحات أن تساهم بشكل كبير في دعم السلة الغذائية هنا في قطاع غزة دعم الاقتصاد من خلال تشغيل عدد كبير من المزارعين إن حوالي 75% من المناطق الزراعية بالمنطقة الشرقية لقطاع غزة أعيد استصلاحها ومن ثم أعيد تدميرها أكثر من ثلاث أو أربع مرات خلال السنوات الماضية وما تخلى لها من حروب إسرائيلية وانتهاكات تزيد من تشبث المزارع الفلسطيني بأرضه نيفيني سليم الغد الحدود الشرقية لقطاع غزة